موسيقى مشاهدين مرحبا بكم إلى أبرز مستجدات الاقتصاد والبداية بالشأن الصينية حيث أشار مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني إلى تغيير محتمل في فريق السياسة الاقتصادية بالبلاد في حين يتزايد القلق بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا وجر استبعاد رئيس الوزراء لي كاتش يانج والقيصر الاقتصادي ليوهي ومحافظ البنك المركزي يي يانج ووزير المالية ليو كون ورئيس هيئة تنظيم البنوك والتأمين تشو تشينج من قائمة الأضاء الكاملة أو الاحتياطية في اللجنة المركزية للحزب التي تضم كبار المسؤولين والنخب السياسية في البلاد بحسب بيانات رسمية نشرت أمس السبت في ختم مؤتمر الحزب في خبر آخر يبدو أن الاحتجاجات أصبح تسبيل الوحيد للأوروبيين للتعبير عن سخطهم فبعد احتجاجات فرنسا تجمع أمس عشرة الآلاف من المحتجين في ست مدن ألمانية للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة المحتجون خرجوا في مسيرة في كل من برلين وديزردوف وهانوفر وشتودغارد ودريسدين وفرانكفورت حاملين لافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وإيقاف محطات الطاقة النووية وزيادة دعم أسعار الطاقة للفقراء في موضوع آخر تستعد شركة أمازون للاستحواذ على حصة في الشركة الأم لهوايان أيرلاينز كجزء من صفقة لتوسيع عملية نقل البضائع لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة وذلك باستخدام أسطول طائرات الشحن التي تصنعها شركة أيرباس وهو ما يزيد تنافسيتها مع كل من يونيتد بارسل سيرفيس وفي دكس كما يتيح ذلك مصدرا جديدا للدخل بالنسبة إلى هوايان واستنتعاش بطيء في حركة السفر في منطقة آسيا والمحيط الهادي خاصة بعدما ألغت بعض الدول مؤخرا قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا في مجال الاستثمارات مشاهدين يواصل مجتمع نيكولاي دينيسوف للاستثمار في دبي نموه إذ ازدادت عضوية الفرع المحلي لمجموعة أنجيلوس ديسك التي يرأسها دينيسوف عشرة أضعاف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ ثمانية أشهر ليصل عدد الأعضاء إلى ثلاثمائة شخص ويقول دينيسوف الذي وصل إلى دبي عام 2021 إن الأعضاء يبحثون في الغالب عن استثمارات واعدة في الإمارات العربية المتحدة ودبي جزء منها مشاهدنا نختم بتقرير عقاري يشير إلى أن بطولة كأس العالم في قطر تعزز نمو القطاع التجاري بفعل الاستهلاك المتزايد خلال المونديال الذي يبدأ بعد أقل من شهر وأوضح تقرير لشركة الأسمخ للمشاريع العقارية الصادر يوم أمس أن قطاع عقارة التجزي الذي وصل معدل عائده السنوي إلى نحو ثمانية في المئة من العام الماضي سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر خلال المونديال والمتوقع أن يتجاوز مليون ومئتي مشجع وأضاف التقرير أن خطط تطوير القطاع السياحي ساهمت بوصول عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من أربعين وأربعين ألف غرفة خلال 2022 إلى جانب ألاف الشقاق الخاصة بالضيافة بما يلبي متطلبات المونديال مشاهدنا وصلنا إلى ختام فقراتنا الاقتصادية وتبقى فقرات الصباح نيوز متواصلة اشتركوا في القناة